اشتركوا في القناة سؤال كلاسيكي نتيجة ماذا؟ نتيجة عمل عمل بدأة من ثلاثة سنوات خدمة صعبة صارت شفتوا أنتم نادي الفريقي اللي عملوا للنتيجة نتاع والعام الثاني والعام الثالث الحمد لله معناها وصلنا للتتويج التتويج كان صعيب يسر ولكن وصلنا بناء على مجهودات كبيرة قمنا بها من فترة والحمد لله هذك هو برش يقولوا للنادي الافريقي صعب على روح التتويج في فترة من الفترات في الموسم هذيا صحيح صحيح كلم صحيح صعبنا على رواحنا خاصة في نصف مرحلة الاياب بدأت صعبنا خسرنا مات شويت ميزم نش نخسروها تعدلنا في ديماتش ميزم نتعدوا فيهم هذك هو لي صعب معناه أنا في اليوم كنت كلم في الفترة ذي كجميع رؤساء الأندية الناس تتكلم معايا كونه النادي الافريقي بطل سنة من بعد تبدل يمكن فترة الفراغ اللي مر بها الافريقي خليت الناس تطمع في التتوية جمع من الأول الناس كانت مسلمة كونه الافريقي ماشي في خط في طريق صحيح وكونه الجمعيات قاعة الأخرى خاصة الجمعيات الكبيرة قاعدين يحضروا في رواحهم قاعدين يبنيو وسنة احنا أبطال يمكن فترة الفراغ اللي صارت هي اللي خليت الأندية تحب معناها ولا تحب تهز بطولة معناها تنافس بقوة هذا هو والسبب الأساسي هو منه أحنا وفترة الفراغ هذه على غير العادة تعاملتوا معها يبدو أنه بحكمة ما كررتوش أخطاء الزوز مواسم الماضين من خلال ربما تغيير تغيير المدرب الإطار الفني وإلا أيضا القيام بالانتدابات كما صار في آخر زوز مواسم على الأقل هو بالنسبة للانتدابات في المركات والشتوي نبحث عن رأس حربة وفي السوق ما كانش فما حاجة وطبعا كانت مش تبدل حتى التكتيك نتعى المدرب خلينا نفس الوضعية بشي كملوا بها لعام كامل عملية تغيير المدرب من زال وقتها ستة سبعا مت شويت ما كانش فما داعي لأنه المدرب اللي مش يجيه ما هوش مش يعطي إضافة وخلينا طبعا نستفيد من التجارب احنا اللي اللي عشناها في العامين اللي فاتوا صحيح كانت العملية القرار لينا يعني حتى المدير الرياضي كي جاء جاء نخلي للعملية لكل مفتوحة على كل الاحتمالات الاحتمالات كونه هو ينجم يمشي في تغيير المدرب كيف ما ينجم ما يمشيش أن القرار كان سهل وبسيط في خمسة دقائق الوضع يبقى على حالته ونكمله البطولة سهلة ولكن مع هذة الصعوبات تواصلت بالنسبة لكم على مستوى صراع اللقاب والدرجة الخراري كان حاسم شكيتش لحظة من اللحظات أنه فريقك ربما يخفق في الأمطار الأخيرة لا ما شكيتش هذا عليش الربع ساعة الأخيرة أنت على الماتش كانت ربع ساعة صعيبة برشا من أصعب الأوقات اللي أنا حياتي ما هيس سهلة حياتي لكلها صعيبة مشاكل في العمل من أولي ولكن الربع ساعة أنت على الماتجر الجيس الأخيرة ما شفت هايش هذي خطر اللوجيك يقول كونه نلعب على البطولة مصيرنا ما بين يدينا نلعب وقدام جامعية ما تلعب على حد شيء معناها كاتريم ولا سنكين سنكين بلاس من المفروض كونه الفولانتية اللي عنا أحنا والرغبة في التتويج أقوى من أي حاجة طبيعي طبيعي مشينا بعد شفت ماتش قوي برشا شو نقول قلتها كلمة قلت ميثاق رياضي به زايد على حد ومفروض فيه الحمد لله الحمد لله أنا من بعد فرحت كي جيت أكاكل فرحت خيلي المقابلة هذية مقابلة جيرجيز مش تقعد في البال يعني المقابلة تقريبا تلعبت في البلاتويت تلعبت في البلاتويت تعليذات متاع تلافز في الجرائد برشا كلام برشا حس يعني كأنه مباراة نهائي كأس عالم وهي في نهاية مباراة كرة قدم من الجولة الأخيرة للبطولة ترا أنه الحس البرشا والكلام برشا اللي رافق وسبق المباراة هذه كان مبالغ فيه وإلا الكرة في تونس تتلعب في الكواليس قبل الميدان لا هو كان مبالغ فيه هو كهو طبعا فما منافسة كبيرة مع النجم الساحلي كل كل مكثر الكلام على المقابلة تأثر نفسيا على الملاعبية معنا كتشوف انت وقع التشكيك في لاعبي جرجيس كونه احنا بش نشريه فما قبل الماتش بنهارين جريدة تخرج لك ارتيكل تقول لك الكلوب مش تشري ثلاثة ملاعبية ملاعبية ذوكو مش مش يعمل كان مش كان مش يتراخى في المقابلة مش يمس صمعتو معنا اعطيت رد فعل عكسي والناس تفهم الكلم هات مع اللي خرج الارتيكل ما يتسمى ما نحبش نتذكر اما كلوب يست كي يخرج لك ارتيكل من هالنوع ويقول لك الكلوب مش تشري فلان 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 وش يعمل هاك ثلاثة هذو يوليوا دوبل جنون يوليوا هذك علش معنا زاد صعبت علينا المقابلة فقط ما نعرفش العملية تمت بحس النية وبسوء النية ولكن هذك اللي صار خليت جرجيس وعندهم الحق كونو زاد يحبوا يحافظوا على اسمهم وصمعتهم من رئيس النادي حتى للملاعبية الكل من حقهم حتى حكمل مباراة ثلاثة والانتقادات وسين بسالح قبل قبل إدارة المباراة نادي الافريقي اكتفى بالصمت في النقطة هذه رغم البيانة بتاع إدارة النجم الرياضي الساحلي اللي هو المنافس المباشر لنادي الافريقي على لقاب البطولة أمر طبيعي واستنسنا به ومن حق النجم الرياضي الساحلي يعمل طبيعي لأنه أحنا الأقرب للبطولة ولكن ممكن الصدفة والضغط على المقابلة ينجم يغير الوجه تنجم البطولة تمشي لسوسة لو كان نجحت عملية الضغط هذه ولكن المعقول واللوجيك اللي يجب نتفاهموه الكل كونه النادي الفريقي أقرب للبطولة لأنه مصيره بين يديه وبين سقيه يربح الماتشنت تعوي يهز بطولته ما يستنى حتى حد الأسرار الحقيقية للتتويج شكول اللي تعب أكثر من أجل للتتويج عديدة نقاط ما زلنا بش نحكيه على حرب التصريحات العلاقة مع مسيري النجم إلى أين أيضا وقتش بش يقع التسليم لقبل بطولة عقود الملعبية جاب وصابر خليفة المدير رياضي مصر لوحيشي دانيل سانشيز يقعد ما يقعدش التتوجات في كل الأصناف مشكلة جيمس المستقبل البنية الأساسية أشغال حديقة المركب الخاص رئيس النادي الافريقي تقعدوا معنا حتى للخمسة ماضي ثلاثة واربعة وشرين دقيقة مرحبا بكم متوصلين معكم حتى للخمسة صحة طارق طارق عليني شنو تقلق شوية لا لا عليش متقلق حمد لله لا بالعكس الدنيا فرحانة أيبه مرحبا بكم ضيفنا وضيفكم لسيد سليم الرياح رئيس النادي الافريقي نذكر اللي موضوعنا في الساعة الثانية النادي الافريقي أسرار التتويج والمستقبل اليوم سويسيال على النادي الافريقي بحكم بطبيعة الحدث تتويجوا بلقب البطولة الوطنية سليم البطولة عام كامل العمل مش مقابلة أخيرة مع الترجل الجيرجيسي الأسرار الحقيقية ربما الناس اللي ما تعرفوش اليوم من داخل بتاع الجمعية شنين الأسرار اللي خلات النادي الافريقي يوصل لللقب هذي اللي مكانش سهل الأسرار بالعكس هي نشوف الكورة اليوم مكشوفة لجميع ما فيماش أسرار كبيرة ولكن فما تنظيم فما عمل يومي فما إدارة محترفة تم بنائها من فترة صار فيها تغييرات وصلنا للعام هذا فما استقرار صار فما رغبة فما لعبين من الدرجة الأولى عند النادي الافريقي فما ناس نشحت فما ناس مزال ما دخلتش في النظام الجديد اللي عملناه وهذا هو أسرار النجاح معناها كنت تشوف احنا 24 جولة الأولانين هكذا 24 طبيعي تكون بطل 24 وشكوب بطولة بطولة معناها فما استمرارية لعمل من المتش الأول وانتي وانتي ماشي الافريقي فاز على 13 منافس من 15 يعني تعتبر زادة من الأرقام المهمة شكول يتعبرشها من أجل التتويج النس كل تعبت النس كل تعبت ولكن فما أوقات صعبة يلزم يلزم الهيئة ولا رئيس النادي يكون يكون موجود خاطر ساعات المورال يطيح على جميع المستويات معناها ولكن الحمد لله كنا نحسوا فما أشكال نكونوا موجودين ندخلوا سواء مع الإدارة الرياضية ولا مع اللاعبين وما هيش عملية تحفيز فلوس هذه الحاجة اللي نحب نأكدها فما حاجة ما يعفو ويش في الدربي ما ما عطيت حتى بريم خاصة سوا؟ لا ما عطيت ما عطيت ما فهميش بريم يعرفوا من لعبي يعرفوا كونه في الدربي ما فهميش بريم الدربي لعبوا للنادي الفريقي لعبوا للكلوب لعبوا لجماهير من غير فلوس معنا من العملية راهوا من الأول صحيح التحفيز موجود ولكن أمر طبيعي اليوم نلعب على مريون نلعب على جمعية نلعب على جماهير متعطشة للألقاب ويلزم نفرحوها وهذا اللي وصلنا الحمد لله تصريحاتك أو تصريحك بعد التتويج باللقاب آثار ردود فعل قوية كأنه جماعيات الأخرية معشو تسحات اللقاب على نادي الأفريقية آي مش بعد اللقاب معناها بعد أزمة الربع الساعة لأخرا أنت عمات الجرجيس ولكن ما نقصدش أنا بالعكس لا نعتبر كون نادي الأفريقي اليوم اليوم بدل كان الراجعوا رواحنا ونبعدوا على الحساسيات الزايدة تشوف كون نادي الأفريقي بدل بطريقة أو بأخرى جول جول رياضة في تونس فما منافسة فما سوق كبير فما ناس وليت تصرف في فلوس فما معناها اليوم اليوم فما احتراف نجيبه في ملاعبية من برة أن الملاعب اللي كان في جمعية صغيرة يتشراب عشر رملين ولا يتشراب ثلاثمائة مهم هذي كان الدور الدور حتى حتى الجمعية الصغيرة تلقاه ميزانيته يبيع لعب يلقى نص الميزانية ونص الميزانية يأخذها من من الوزارة ومن الناس اللي مستنسة تتمول فيه اليوم فما حركة اي لكن طلعت البار علي برشا لا شكون هذيك ما طلعتش بار هذيك يعني وين وين مشيت الفلوس قاعدة تدور في السوق التونسي عادي طبيعي مشيت الجمعيات وليت عندها تنظر وليت تنتج خاطر الجمعية اللي يتاخذلك ملاعبي ومن بعد تجي تلقاها تبيعه بثلاثمائة واربعمائة تلبي دينار حتى هي بيضا مش تنشط وطهبت للدرجة الثالثة والرابعة ويخرج مغادي ويطلع معناها بالعكس حركنا السوق ولا سوق وكان مش تمشي والاحتراف الحقيقي يلزم يلزم تكون بطريقة هذه العملية لكن أيضا برشة غيرة زادا نيسال شملوه ولكن الناس تتتعود خاطر كل جمعية عندها ناسها وعندها رجالها واليوم يجي واحد منجحش يمشي ويجي لاخر والمهم يتعرف كل واحد يعرف عليش قادم ما هوش قادم على الأساس مش ندبر راسي شوية من هنا وهنا ومن بعد نحب نهزبطول لا يلزمك اليوم تعمل تكون عندك رؤية واضحة استراتيجين تعامل مبنية منهر لول لنهر لنهر لخر تقول أنا في عام في اثنين في ثلاثة في خمسة رأينا مش نوصل لهذا الهدف انتاعي يلزم نوفر له إدارة رياضية حقيقية الناس متفرغة تخدم كان في الكرة وتوفر له ميزانية زادة تتناسب مع الوضع العام ومع ما موجود في السوق نعمل ترتيحة حلوة مع فؤاد ولد عمارة وشكون اللي ما يعرفش فؤاد ولد عمارة فؤاد مرحبا بيك سلوما يا غالي يا ربي بارك لك النص بيهم يا عيشة كويهنك فؤاد والله يعني يا خويا يعني توا خدي ولك الملح فامل بوس يا خويا عليها في عرس يا مبروك مبروك علينا عشلابا ربي بارك لكم اخويا شارف 3 مليارات جزوز انا بارك ومزيت ما تخلش في الحلو فطورة كثيرة تستمر في رئيس النادي مبعد اهو معاك رئيس النادي يا خويا بالبركة يا سيسليم يبارك فيك مبروك علينا الكل يا عيشك إن شاء الله مبروك علينا الكل يا خويا ومبروك على الناس لخدمة تعسسلوا لني تعباب البارك حتياش لاخر نقطة في برج الخضرة الي سيهم حتى بكلمة طيبة انا مبارك له ومبارك للناس كله هذي فرصة عبر إذاعة الموزاييك باش يا خويا نهنيوا الناس احنا مكتعرف عائلة كبيرة 24 ولاية يا خويا ساهمنا في جو الشباب بلاد عندها مدة في اعتصامات وفي كذا يا أكشفت نس كل في الشرع نس تبوس نس تهني في بعضها نرمال مو فرصة للحكومة باش كل عام يعطونا بطولة ويعمل بطولة أخرى مدام الجو صباح أكشفت واذوكم سادحنا عمنا عليهم تأثير خرجوا ما غير ما يشعروا أخويا نس كل في الشرع عمي لتوا ما روحت رو عملي عليها غيرها عبروا الموزاييك هو البيهي كونه الحكومة ما عاشت نجم بتاعتي بطولة لا وحيدة وحيدة لي احنا أخويا واحدة للنس كل احنا كشفت أخويا ساهمنا في الجو العام والنس كل شيخة تسمع كين مبروك والحمد لله يا ربي ورذاك الحمد لله قالوا لي توا مرة واحد فؤاد انت شو بش نعمل يا عبد السلام تم الخويا متوحش الدعماش كلها غورت أخويا خرجت ملوترمية من الدار وانا من الحومة لحومة أخويا اش بش أعمل واحد يبارك يا أخويا تعرف توا يستنى فينا ماتش كبير مع الآلي بش نعمل عملية القرعة أخويا من كل حومة زوص على أقل بش يمشي قسيت أنت يا ش بش نعمل أخويا ش بش نعمل ويلزمنا أخويا احنا برشة أخويا يمبرلي يلزم توا اللعبة في رادس يلزم مقاول كبير بش يعمل لي عجالي لزويتن والمنزة هندزوهم غادي بش يرفعنا الجموع وبتاع حوازو انت عزوز ملايات برك شاء الله ربي معنا يا أخويا إن شاء الله إن شاء الله ربي معنا أخويا وإن شاء الله بالبركة لجمعتنا الكل فؤاد حسيتك أنك مكش فرحان برجة بالتيتر لا لا أكثر من اللي فرحان يا عبد السلام صدقني خطر بصراحة عملونا شهرين ولا شهر ونص تحل التلفزة من عرشة أنا طلقة كان مشكلة لكلهب كان خسرنا فيش رجيس يعطينا الصحة وذاك اللوجيك وذاك اللي يجب ويصير كي نربح وكيفاش بش نربح وعليش وكيفاش وكذا وكذا شو اللي صار لعبنا ماتش خد فرس فيه نس كل أخي يا زينا لعبنا بيهم في اليمن نحنا ومبعد عملنا تليفون هاي شيفت نس كل لعبنا ماتش ربحنا التوجنا كنا من لول عاربين ثمانية وعشرة بونتو ما كان حد لايبين وخدمة جمعية وصرفت الناس خويا ومصلي عني بي عملنا جمعية باية مسؤولين باية لمصولين جمعية أنا واحد من ناسنا عرفهم شخصيا متكونين عننا غادي آآ ملاعبية حطوا ما عندهم هاكا هاو خدمة الناس كل في اللي خرجت تتويش علاش الشوشرة هذي كل احنا من الحافلة ناين انتي سمحني من اللي جات الكار وبزيت تحس في حاجة مش نورما كيفاش معناها النادي الافريقي كيفاش في البذخ هذي طو بصفة عامة شنو المشكل يا اخوي احنا تعدين على حد كيندي الافريقي يركب في كار كيماذيك اخوي الزمارة بركسان كشوفو شو المشكل طعم مشكلة سمي قلاس بيش تخدم يزو نصبولها بمئة الف كار فيها اخوي فيها صال دوبراسيون فضاء تيجيري منتزه كل شيء موجود في الكار انتي من الكورسيك نجم تشوف فماشي عطار في شمال غربي محلول ولا تتصل بالعالم اشتول المشكلة لدي الافريقي عيش في كونفورت بصرف برش الحمد لله الحمد لله يلزم يجي التتويش جي التتويش هك شفت بلاد كاملة فرحانة بلاد كاملة شيخة عاملة بون كيف يا ربي وريدك هذي يا اخوي انا اللي نحفتوا بصراح معناها كيني معناش الحق احنا نفرحوا ولا نهزوا بطولة ولا كل شيء بشكوا فيه رأى العبادة هذوكم اللي خرجوا في الولايات الكل اللي ريتهم انت في الشارع مشريين هذوكم زي عما اكلمناهم صبر خليفة اخويك يجري ويفوت لك انت يا كسيرات شعبية الكل مشري زي دا ذاك معمرينه وفي بالك احنا الملعبية وما عاش عنا مانجر عمش جاي ولا وكيل عمال كل ملعبي عنده مصبح سحري بجنبه اطلب زيد عايش خوية اضرب في العشرة مرحبا شبي احلامك زيقة توسع شوي الحمدلله المانياوي يعطيه صح ويرحم والديه وفي بالك العام الجاي عد النوفيان رجعت فل الغيب وانا بش ننصح سيد رئيس جمعية بش ياخذنا مارادونا وبيلي وكريف ورومينيجا مهم كبروا توا اخوية هذيكم كونتنير وانا شحنوهم من بورترادس للشنوة يرجع عمرهم عشرين سناء نسيطروا حالكورة خمس عشرين سناء خورين حسين ناتر يعطيه الصحة حسين ناتر كتشوف عنده الكورة اخوية كأنه يعمل في فلان ومن بعد يحط لك الماكات لبرة متاع مشروع كبير رياسي الرجل يحسب كشكوبة لا لا بسراحة ولاد ما الكل يعطيهم الصحة تيجاني بالعيد تيجاني بالعيد اخوية كلمة تقول عنده شريك معها عشرة في المية هكا صاحب المؤسسة داخل كورش كبير وتاري اخوية يشهد له اخوية وتسمعك تنتنك الميساج الشبابة وكل باسلح لوا حتى الكورة عنده تحسها كلمة بايه زى النوم بيليل بيليل يعطيه والله بيليل رجع يعطيه صح يخبش وقري فيه ويعطيه صح رجع بيليل بصراحة لولد الكل في البريود الاخرى اخوية يعطيهم صح انت يشوف طرح الدربي كيفاش عبدو بصراح انا في بيلي ماش حد في بيلي اكي الشيانة كناسيونال جيوغرافية اكي التنجيز امتاع النمر اخوية يقال يفترس لا يعطيهم الصح اولادنا والله كل يعطيهم الصح وفرحونا وان شاء الله اخوية نواصلوا في المسيرة ذي يعطيك الصح يعطيك الصح فواد عمارة بتبيعة ذي سبيسيال يعني لأحباء النادي الافريقي فواد عمارة المحب المعروف لجماهير النادي الافريقي نرجع معك للحوار سيد سليم الرياحي التتويج كان وسط دائرة من نقاط الاستفهام ادارة للنادي اسمعنا حتى الفساد والرشوة ومع هذا الى حد الان ما اسمعناش موقف مباشر من ادارة النادي الافريقي شو موقفكم التصريحات اللي صدرت بعد التتويج شنو الموقف اللي تحب انه معناش موقف ما نجمش يكون عنا موقف رسمي لانه كلام ما عندوش كلام تاع انسان مجموعة كانت تنافس البطولة يلزم واحد يهزها من الجموش يهزها يزوز من الناس ولا يزوز في رق وكهاو انتع تشنج انتع واحد خرج على طبعه الحقيقي واذا كهاو شنو تحب لنقول يعني اليوم كيتراجع عنتي مسيرة النادي الافريقي في ثلاثة سنين وبدنا نخدم وبدنا اليوم يشهد على عمل انتعنا الفروع الكل انا كيتشوف اليوم النادي الافريقي من نتاسيون للهون للباسكيت للفوت يعني ابطال في كل شي يعني انا لدوبلي مش حتى الكيس والبطولة الهون دي مزال نهار السبت ان شاء الله كيف كيف دوبلي الفوت مزال الكوب في قوت ولكن وقفها النتيجة نتيجة عمل نتيجة برشة فلوس تحطط اليوم كيتشوف عنا جلسة جلسة تقييمية المدة جاية نلقا ورواحنا في ثلاثة سنين صار فين قريب 66 مليون دينار ومعني اقريب 22 في العام مش شوي هذو ما حطيناهم لوح باش نبنيوا فريق ونلعبوا كورة الحاجة الوحيدة اللي عطلتنا سنة وإلا كانت تعطل فينا خاصة العام هذية هو حالة الملعب أكهو ما كناش احنا ما عملاش هذا الكل باش نجي ونعملوا علاقات داخل الهياكل باش بالعكس احنا تضلمنا وتكلمنا وكان نحب نتكلم ونتكلموا وانتي تعرف ونس كل تعرف كونه اكثر فريق مظلوم من 20 سنة وانا دي الفريق معناه عادة عنده كونه يشكي ويعيط وحد ولكن احنا قلنا توجهنا الناس كونه احنا ولازم التتويج توجيه بطبيعته خطر هي تجربة نجاح في النهاية والهدف انت ايانا فيه شخصي يمكن يختلف هذه المشكلة الكبيرة يمكن نحب نوضحها انا منيش اليوم رئيس النادي الفريقي للكرة كهو انا نبني في مؤس وجيت على تجربة نجاح تعالشخص انجح ينجم كيكون مسؤول على مؤس معينة يبني ويخطط وتكون عنده استراتيجية ويحط جميع العوامل النجاح تمشي العملية هذا هو اللي حبيت نوصل والحمد لله جيتني الفرصة وجمعيتي اعتعتني الفرصة هذية بش نثبت نجاحي حتى كشخص ولكن مانيش جيت بش نعمل هذا الكل بش نهز نهار بطولة ونقعد وكهواني هزيت بطولة على خطر نحب الرجع فلوسي ولا على خطر عندي حكاية اخرى هذا الكل ما يعني نيش انا مانيش جيت هنا بش عملت استثمار ولا مش نقعد اللوج كيفاش الرجع فلوسي خطر البطولة الدزني والنجم انا مش هذي مشكلة نكمل حتى لو كان ما هزيت ش نكمل لي نصل للهدف يمكن يكون اخر عام اثنين ولكن في النهاية وصلت الهدف انتاعي اللي هو بنيت ولا قمت باعادة مؤسسة عريقة على اسسة علمية صحيح هذا هو اللي وصلت وهذا اللي حاشي به ورغم اليوم انا فرحان لولادنا معناها والليدي وللجماهير نعم انا في شخصي هيك تشوفي مازلت مانيش فرحان بصراح مازل مانيش ايش نقول لي فرحان اي مازل 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 البطولة اليوم ما جيتش بال صعيبة برشا برابور اللي عملناه فما اخطاء صارت لازم نصلحه انا نجم نفرح زادا كتولي البطولة جي طريقة عادية طبيعية نجم هزيت السناء تجب تهز العام الجاي ولا تهز العام اللي بعده ونهز الشامبيونز ليك هذك هو تولي عادة تولي عادة وقت هنحس كونه المشروع اللي حطيته نجح هذا هو الهدف الاساسي نتاعي ما هوش هدف الاساسي راني كورة ونهز الشامبيونات ونقول لنا بطل ونسب الناس الكل وانا نقدر موقف الناس ولكن كي تهدأ لامورته وكل واحد يراجع نفسه ونبعده على التشنج على ذكر المراجعات والتشنج اليوم صوت الحكمة يلزم يطلع هالتشنج مش في ختمة في صالحة تحد العلاقة متوترة برشا مع النجم الذي ساحلي مع مسيرية النجم الذي ساحلي صوت الحكمة فيك وللعقل شنو يلزم يقول اليوم بعيد عن المنافسة خطر في النهاية في كرة قدم فما ربح خسارة وتعادل فما فريق يهز لقب لكن العلاقات بين الجماعيات مش تقعد مهيش حرب هي في النهاية المساج المبادرة كيفاش يزمها تكون باش نخفضوا من حدة التوتر هذاليوم وفي صالح حتى حد وانتي رجل سياسة وتعرف انه البلاد في مرحلة تحتاج إلى الهدوء حتى يتحرك ويدور الدولاب اكيد كلامك صحيح احنا في مرحلة صعبة ولكن اليوم زد النادي الفريقي موقف واضح كيف ما قلتلك معنا احنا مقام ما تخناش في معركة صحيح الهدف مش هو نفسه هدف سوى رئيس النادي الفريقي او رئيس النجم الساحلي ما نعرفش كيف هو الاهداف من كونه نرمي والمشاكل عملية توجيه هي معنى ممكن تصير اخطاء نحب الاخطاء هذي كان نوجهها لطرف اخر باش نغطي مشاكل داخلية والى عدم الفوز بالبطولة انا بالعكس اليوم نشوف كونه بصراحة النجم الساحلي اعمل مسيرة العام هذة قوية برشا بالامكانيات اللي حطوها وصل نفسنا ونفسنا معنى نفسنا بطريقة حقيقية تشوف معنى جزء من فوزنا كونه اللي تقول لهم شاش حملي هذي الحاجة اللي أنا مقلقت هذي مقلقتني انا كان مشيت الحملين في الاتوال منهزش بطولة بعد العمل هذا الجبار اللي عملناه مش لوجيك هذة عليش انا مزلت منيش منيش فرحان برشا فهمت صحيح فرحان الجماهيرنا ولكن منيش هذة عليش اليوم نشوف كونه التوتر زيت احنا نحاول ونصلح ونسكول مع بعضها المشاكل اللي صارت صارت اللي نحنا عادية تصير علينا وتصير على الناس الكل اليوم اكيد لازم تصير اصلاحات حتى في الهيكة الرياضية كونه تراجع نفسها وتشوف قوانينها وتشوف اعادة تنظيم البرشا حاجات باش نحيو هالمشاكل هذي اكيد زادة الوزارة في نفس الوقت زادة يزمها تشوف وضعية الكورة في تونس وضعية الملاعب احنا اليوم نجاهد وما عادش اليوم ثلاثة ولا اربعة ملاعبية اللي جامون كروازي تخسروا اربعة خمسة شهور وشهريت وماشي مش معقول في نفس الايطار كأنه كورة القدمة التونسية ما عندهاش بو كبير ولا شكون يقود المصالحة ويهد نفس لأنه في النهاية ارانا توينس الكل ارانا احداش المليون ومش معقول ساعاتك ترا الصورة منقول العالم قرية واحدة اليوم علامات شكورها معناها قريب ستع السيوف وتتجباد الفروض شوف التنافس الرياضي مقبول ومسموح به تنافس سورتيران مسموح به ومقبول لعبة الكواليس يفعل موجودة في كورة القدم العالمية مش في كورة القدم التونسية لكن نرجعهم بعد لمحيط اللعبة محيط اللعبة هو مباراة كورة القدم بسطاش تقبل انه ثم ثلاثة من ثلاثة لسلتاش يصير انزالهم القسم الثاني والول والثاني والثالث من القسم الثاني يطلع هذا هو القانون العام ليحكم كورة القدم التونسية في هذا الكل صحيح خرجنا على النص ولينا في تصريحات نارية دخلنا البلاد فينا عارات جهوية والذي ثم اشكالات بين الجماهير تنقل الجماهير ولا صعيب في هذا الكل البلاد مش محتاجته لكن نعتقد لو كان نبدأ انا الرد الفعل عجبني انه نكون في حالة هدوء نكون في حالة عدم رد التواصل الموجود هيئة النجم السيحلي عمرها ما كانت بعيدة على هيئة نيد الفريق وهيئة نيد الفريق عمرها ما كانت بعيدة على النجم السيحلي الواصل التاريخية موجودة من قبل وموجودة اليوم وبش توقعك المساحة التنافسية يمكن هي اللي خليت شوية الشد والجذب اليوم امر البطولة حسيمة نعتقد انه هذه المسالحة الرياضية بيش تكون موجودة في نفس الهدوء اللي يكون موجود مع العلم انه نقوله على هيئة ننتراجع نفسها على إدارة وطنية ننتراجع نفسها وعلينا نفتح الملفات اذا كانت ثم الملفات على ذكر كلمة المسالحة الرياضية هل نطرحوها ما تروحها برشا في السياسة وانتي مجال نشاطك هل يوم يتزمن نتكلموا على المسالحة ضرورة المسالحة لا بد لا بد من الفصل ما بين الرياضة والسياسة لانه المشكلة اللي صارت اليوم هي مشكلة سياسية بالأساس كي بديت المعركة ما كانتش رياضة انا الجنيح ووسوسة انا كنت قبل الانتخابات نمشي نمشي غادي ونقعد وصحابي الاولاد معنا نقعد في البوتيل متاحهم ولكن من اللي بديت الانتخابات بديت المعركة انتخابات سليم رياحي رئيس الاتحاد وطن الحر فما معركة سياسية فترة ولكن انا كنتشوف المعركة انتهت والأحزاب هذين مزوز متحالفين في حكم في اتلاف حاكم معناها زايدة هذي كهي المشكلة بديت مغادي يعنيش ما حالي تصري الاتلاف الحاكم هذي كهي الاشكالية بديت مغادي احنا كنراجعوا تشوف المشكلة بديت بديت من حكاية القروين بعد انا تصريحي انا مع سامير الوافي وسخنط بالتريقة ذيك ولكن اليوم يجبنا نرجع للرياضة ونخليه الرياضة وحدها السياسة بطبيعتها ماشية لانه في النهاية السياسة هي خدمة الصالح العام طبعا هذا هو معناها ما يجبش نوظفه لمصالحنا الخاصة انا نحاول كيف مقتلك يمكن الرياضة تعتيك اضافة لصورة النجاح تخيل تفشل انت اذا ما عادش تعتيك اضافة ما تقول لك فشل هذا عليش يلزمنا يكون عنا الصبر ونكون نتحليه بصبر كبير ونقدم واحدة واحدة وبنية طيبة تمشي العملية انا متأكد كل ما اللي يخدم يلقى اللي يخدم يلقى وانا مانيش مستعد في شخصي النادي الافريقي على راس يعين ولك انا راني كي جيت لتونس قلت لك هذي تجربة نجاح مانيش مستعدة انا نمشي في اي خط انت القاب بطريقة ما هيش انت عكورة الكلوبيستية يستنى وعاة مثل ثلاثة خمسة مش مشكلتي انا راني الطرق على اليمين وعليصار ما نحبش نمشي فيها وما نمشيش فيها وانا ضدها واكثر واحد تضر في العملية راه وانا راه يزي من الناس كل تفهم اكثر واحد تضر انا انا في موضوع بنظرت شوف الفترة اللي فات معناها عملية قلت انا عملية اصلاح صارت خطاب شعبوي احرض الناس عليك معناها وقلت عندي مشكلة بنظرت كن نمشي لها مولود غادي مانيش مولود بنظرت اليوم في الساحل كيف كيف فمع عملية تجيش ضدي ما يساعدنيش ما يساعدنيش الكلمة هذا بالحق معناها من المستحيل كوني ندخل في حكاية فارغة واضح اللي هي تمس من صمعتي للمستقبل كرجل سياسي نرجعو للتتويج بالقاب البطولة وقته اش اش يعطيكم التيتر والله احنا اطلبنا التيتر النهارة اللي رجعنا من جرجيس اما مخر وصلنا في بلنا ثمانية كلمنا الجامعة قال لك نعملوا هكا السريمونية صغيرة ولكن تبدلتوا البرنامج ونحبو التيتر نستلموه ان شاء الله في المقابلة نحضره في المقابلة نهار لحد مع الاهلي المصري بعد ما تنتهي المقابلة في اكا اربع ساعة ما بعد المقابلة نجيبو التيتر ونشوفو شكون مش يسلمنا اكيد سمعنا برشة كلمات على مستوى الحفل هذا شنو صحيحي لحد الآن صحيح ايه طبعا شكون اللي بجاي شكون من الزنا ما نعرفوش طبعا حبينا احنا سيد رئيس جمهورية ولكنه عنده جيسات يتنقل خارج تونس فما السيد رئيس الحكومة يمكن يكون هو موجود وطبعا فما الرئيس الجامعة سيكون قدم ووزير شباب ريالة اكيد مش يكون فما حاجة رسمية على ذكر مباراة الاهلي المصري طلبتوا برشا رقم كبير على مستوى حضور الجمهور وين وصلتوا مع وزارة داخلية من المفروض يجاوبونا اليوم ما زلت ما نعرفش الرقم بالضبط ما نحبش نقول الكلمة سمعت 30 ألف ما نعرفش جاتك تأكيدات ولا لا مزال لا مزال مزال ما جاتنيش تأكيدات للوقت اللي دخلت فيه هنا مزالت مش متأكد ولكن نحنا طلبنا عدد لانو نعتبروه جو احتفالي تعتسلين بطولة مش مش يكون فيه تشنج نعم نرجع شوية معك بعض الأسئلة المهمة عقود اللاعبين تجابوا يوفى الكونترا متاعوا في آخر الشهر هذي وين وصلتوا معه والله تجابوا شبش نقول لك تجابوا علاقتنا كنادي إفريقي مع تجابوا علاقة سبيسيال شوية هي مش مشكلة عقود هو بالحق مفروض عقده تجدد من فترة بعد لقينا وفاق ستيف يقول اللي هو أنا عرفش شنو في الفترة ذي كان دي جاء المدير الرياضي يزمني نحكي معاه في الموضوع فما فما حكاية صارت تلهينا بالبطولة بالخدمة ما جدوش عقد تجابوا مش مشكلتنا كونه تجابوا عقده يتجدد ولا مجددش لو كان فما رغبة من الطرفين كونه يتجدد تجابوا ولدنا ما عنده وين يمشي لو كان تقول لي رغبة من الطرفين كأنه الرغبة قلت شوية في التجديدة معاه لا 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 بالعكس احنا تجابوا انا ما نعتبرش كونه تجابوا خرج من نادي الافريقي موجود عني وعنا تجابوا وولدنا إلا في صورة ما تجابوا يقول انا راني ما عادش النجم نلعب في تونس اكا هوا اما نعتبروا عقد جابوا انا مسؤول عليه كونه يكون مجدد صبر خليفة نجم الموصف النادي الافريقي هدف البطولة ولكن جاء في شكل اعارة وينوصلته حليته الملف مع الوام ولا مازلته لا مازل مازل لانت له بالأمور هذه بعد نهار لحد ان شاء الله يعني صبر يحب يقعد في الكليب اكيد ان شاء الله نلقاه حل مع مولانتيك مارسي يعني بالنسبة لك فما قرار انه صبر يلزم يقعد على مستوى الرغبة على مستوى الامكانيات اكيد وانت عندك هدف البطولة وتقوله لا مش معقول ما جيش لا نحب وصبر يعني تقوله رسميا صبر بش يقعد في انتظار اتمام المناقشات ان شاء الله في تفعيل الشغط متاع الشراء يمكن لنادي الافريقي يكون انتقال نهائي مليون دورو يظهر لي برشا ومقسم الدفع قاوح ان شاء الله المدير رياضي متصر لوحيشي يوفى الكنترات متاعو في جوان اولا نخلي كلمة على الخدمة هذية اليوم موسم عطيتو فيه برشا سلاحيات كيفاش دورت لك السلاحيات هذية وكيفاش ريت التجربة هذي ساعة ومبعد يواصل ما يواصلش شوف بالنسبة المنتصر المنتصر ما معروف في الكلوب معنى ولدنا وخدمنا على روح وصحيح هو عنده عقد بروفيسيونيل كيف هو كي المدرب ولكن الفرق بينه وبين المدرب كونه منتصر مسير اداري اكثر من وفني اكثر من المدرب اللي هو عطيراء يلزم بعد يوم ثمانية زاد منتصر والمدرب المجموعة كاملة من الضروري كونه يصير عملي تقييم ويتقدم تقرير من أطراف من كل مسؤول في النادي الفريقي حتى اللي يهزوا الكل معنى الهوند والباسكيت ومن بعد نعاود ونقيمه الأخطاء خاصة هذه الحاجات الباهية ما نتكلمش عليك هذه من حقنا حق النادي الفريقي معنى ما نجموش نقول ورا ويجينا عملنا هذه باهية ليه عليش عملت هذه الخايب الخايب أنا مشكلتي في الخايب والأخطاء نعاود ونقيمه لو كان نلقينا فما العملية واضحة التقييم واضح كونه غلطنا في هذه وهذه نجمو نعاودو نتناقشو من الولوجدي وننظمو صعيبة صعيبة عليهم يعني نشوف فيه هنا كيفاش تعب ويبدأ وجهه أصفر نهار كامل قولوا يودي فيق أنت أنت الليدر هنا ولكن إن شاء الله إن شاء الله لباس معنى نقيمه باش العام جاي يكون خير من العام هذا دانيل سانشيز الفوز بلقاب البطولة هل هو شهادة البقاء بالنسبة لي على رأس الإفريقي لا ما قلت لك البقاء هو بناء بعد التقييم الراجع التقييم وهذه بطولة ما تشفى على وجه لا هذ بطولة هذ بطولة أوكي هذ بطولة ينجم يكون البطولة مش من المدربة كهو البطولة هذه عمل مجموعة كبيرة المدرب واللعبين ومدير رياضي والناس لكل خدمت على البطولة مش المدرب احنا مش نقول المدرب اليوم هذينا بطولة المدرب به غدوة يخسر زود ما تشويت في أول موسم نحبو نخرجوه لا يلزم نعملو اليوم اليوم احنا مرتاحين هذينا بطولة فرحانين نكملوا فرحتنا نكملوا الماتش تعله لي من بعد الناس كل مش تتلم انا امنيتي كون امنا ما نبدلش موضوع نحب ان اذا بي يبدأ موضوع مسكر الناس تعلمت خطر ره اللي تعلم من اخطاء انا انسان ما تعلمش من اخطاء وما عنده ما يعمل معانا اما اللي تعلم من اخطاء ويقول راني يغلط في اهن دوتر وودي يلزم تصليح بطريقة هذي نقدم ونقعده بالنسبة لمستقبل الفريق بتاع كرة القدم شنو الخطوط العريضة اللي نجمو يسموها حباء الفريق الان منها مناحية من حية البودي طيح ولا مش زيد ترفع ولا كيف لا بناء اليوم شوف البيجي ما هوش مشكلة اساسية عنا ولكن زيدا ما يزموش يكون خارج المعقول وما يزموش يكون اقل من المعقول فما سوق احنا اليوم مش نلعبوا على شامبينز ليك يلزم نحط المقاومات انت عفريق يزمي شامبينز ليك هذا كهو ورح برشا كلام في الكوليس وفي ايطاليا انه النجم الايطالي لوكاتوني نجم يكون على قائمة انتذابة نادي الافريقي كلم وإلا مفاوضات موجودة هذي انا نشوف تلقاه لاجون انتاعه يحب يبيع والبلاز اخر يتسبل بنحنك هذي كهي الحكاية قولك عنده عرض من الكلوب واختر غادي تعرفنا بالفلوز نمشي شد جامعية فيتاليا نرجع معك شوية الموضوع البني الاساسي وين وصلت لترافو في الحديقة الحديقة في تطور معناها ديما فما دي ترافو قاعدين نخدم وعنا مركب خاص احنا اليوم بدنا كنا ماشيين في جهة بدنا في مكان ثاني وين في جهة طريق بن زرط قاعدين ننظموا في برنامج تاع أرض غاديكا لأنه اللي كنا ماشيين فيه في سكرة وهذا الوعد متاعك يعني وقته تمام نخبك نعم اي اي هذيك الوعد على اساس بش نعملو مركب خاص بالأكابر نعم اليوم توسعنا اكثر نحبو نعملو مركب خاص بالأكابر وبالنادي زادة ونتوسعو فيه للمرحلة القادمة نعملو البيسين نتاعنا والقاعات المغطات وعليش لا استاء هذا عليش المكان اللي كنا فيه الأول ما هواش انتع مستقبل انتع مكاننا صغير كأهو زايد نستثمرو فيه اليوم عنا أرض في جهة جيون قاعدين نخدمو على وراقها ترخيصها وبش ننقدمو بطريقة هذه يكون عنا المركب الخاص بفريق الأكابر ونزيدو نقدمو نلقاه ونعملو البيسين نتاعنا ونعملو القاعات المغطات أوتيل خاص بنا وبارك وحاجات كمليات دائرة بالمكان وفقنا وقتاش ينجم يكون حاضر وقتاش وقتين يعني الوعد الأول كان في أكتوبر القادم ما نخلطوش معناها ما نخلطوش عادي ما نش اليوم احنا في النادي الفريقي تجاوزنا مرحلة كونه هيئة ورئيس يقول لك بش نعمل من بعد خرجوا ما عمل الشلاح كيف فارغة النتعامل كيني في عائلتي هذية ما فيهاش وفق بدلت وقاعدين بدلنا المكان وبش نبنيو وكل عام والحاجة اللي تحضر أول ما تحضر نفتتحوها هذية من هنا في الجلسة العامة التقييمية مش نعرضو المشروع وبش نقولو التاريخ اتمام كل تاريخ اتمام كل مرحلة سلسلين بش نستسمحك بش تقضى معنا بعد الأخبار الدرج موعد الأخبار بعد شوية مرحبا بيكم فورمسبور حتى للخمسة وقت عدى سريع برشا رحب مرة أخرى بسيد سليم الرياحي رئيس النادي الافريقي مرحبا بيك سليم مرحبا مش نواصلو معك الحوار أولا لأنه اللي هم أيضا جانب من أحباء النادي الافريقي الجانب الإداري صحيح رئيس النادي المشرف العام ويقوم بأدوار الكبرى للاستقرار الإداري وشفنا أيضا تغيير في استراتيجية العمل أولا تقييمك للعمل اللي قام اللي تقام في النادي إلى حد الساعة فتي ضربت بيها ربما المهمة متاع كأس الاتحاد الافريقي ومباراة الأهلي المصري عموما كيفاش تظهر لك العمل والخطة العمل الجديدة إداريا كيفاش تتقيمها على الأقل الآن معقولة مش ما وصلش للمستوى اللي أنا حاشت به اليوم نزل ناقصة معناها ساعات بعض فما كيفاش نقول فما علاقة علاقة نتاع أكلوبيستية في الإدارة هذي اللي تخلي نتسيروا مع بعضنا في بعض المواضيع ونعديوا لبعضنا هذي هي اللي قاعد نخدم باش إداريا يلزم العلاقة الخاصة كونه أولاد جمعية ونخدموها إذا ما تتنحى على أجنب هذي خطر هذي كان بعد تكلفنا برش في بعض الملفات تكلفنا ياسر وتعبنا وما تعطيش لفين نيجاتيف تاحا في وقتها ما بعد فترة تعطيك هذا عليش ما قاعدين نخدمو معقول خير من عامنا والخير من العام اللي قابله قاعدين نتطوره طبعا أكيد كي نلقى ناس عندها الرغبة كونه تصلح من نفسها كتلقان يمراها نعليه ويقعد اللي نلقاه غير قادر ولا يكلف الله ونفسه اللي وسعها غير قادر على تقديم الإضافة أنا ما عنديش إحساس معنا فماش عاطفة في التسهير خاطر كي ندخله في العاطفة رانا بش نفرشله أستاذ ترقناليمي استقطاب التاقات الشابة مسيرين صغار ظاهرة تراها صحية وإلا الخبرة تنجم تقلق عدم الخبرة شوف ظاهرة صحية جدا بالنسبة لي أنا لأنه حتى في المسيرين الصغار عندهم عامل خبرة لأنه أنت تحكي على رئيس متوازن ومتواصل مع الهيئة المديرة بتاعه يعني العمر قريب برشا بين رئيس النادي وبين رؤساء الفروع وبين المديرين الرياضيين اللي موجودين في النادي اللي يخلى حتى نفس العلاقة نفس الكلام نفس التفادليكة نفس الغش نفس اللبسة تمشي مع بعضها ثم تواصل عبد السلام لازم يكون موجود في الهيئة المديرة اليوم أنا رأى أنه ثم هدوء يخيم على إدارة النادي الفريقي وهذا مهم جدا الهدوء هذا يصنع تواصل ثقة استقرار أدى للنجاح وقت يكون ثم تواصل بين ينويك نتكلم نفس اللغة ثم ثقة بين ينويك وقت نعطيك مفتح متاع إدارة فنية أنا رأني استثيقتك لكفاءتك وكذلك للتواصل بين ينويك الثقة التواصل الاستقرار أعطى نجاح اليوم على مستوى إدارة النادي الفريقي ما هوش النجاح لنجم نقولهم يا بالميل يعني كل عمل فيه الخطأ فيه البهي والخيب قابل للتطور قابل لمزيد النجاح قابل لمزيد الترشي كلها ولكن في المجمل كان هناك تواصل وثيقة وهذا مهم جدا في نادي الشي بالحقيقة لكن سي سليم أيضا فما بعض النقاط الاستفاهم حاولت بعض الأسماء اللي اثبت فشلها في السابق واليوم تعاود تحاول ترجع كأنه تحاول ترجع تفك بلاسة في الصورة في صورة النجاح في مشهد الأخير للنجاح مثلا نعطيني أسامي أنا منيش مطالب باش نعطي أسامي هوني حتى لا أجبر على منع حق الرد لكن الصورة اللي توصل اليوم إنه فما برشة أطراف تحاول تاخد بلاسة في مشهد ما تعبدش عليه مشهد البطولة أولا نعلق على كلام أخونا طارق أنا ما نعطيش حتى مفاتح مفاتح عندي أنا مش واحدة عطيته مفتاح أنا نعطي مسئولية ونتحاسب معاك نجحت ولا ما نجحتش ما فهمش نعطيك مسئولية ونتبعك وراقبك فما ناس تبع من بعيد وناس تبع من قري وما تنسيش قاعدين نعملوا في خبرة أنا الحاجة اللي أؤكدها كونه أي إنسان عنده good hardware معنى عنده عنده مخ تحط له أي software يمشي معاه أنا اليوم زيت نتبع ما نش قاعد هكا في برج الفوق نتبع في التفاصيل تعني دي الفريق لكل حتى أنا تعلمت الكرة اليوم نتعلمت وقاعد تتبع ونشوف مهمة جدا هذي ما فماش عملية المفاتح فما مسئولية تنجح ونتحاسب معاك بالتقارير وذيك علش نجحت فيها وذيك علش فشلتها هو بالتعبير المجزي سنيل جاو مفتاح خاطر أنا بعمل فيقوة المراقبة لا أي طبعا نتعلمت فاتح وتسيب أنا مجرم قدام جماهير يقول لك إحنا هعطيناك مسئولية لك وانتي يلزمني نعرف تعام فيها وهذا وهذا قرايتي وهذا تعليمي حسن التسيير معناها يلزم وقت بيش تحطه في بلاسته يعني الأطراف هذه بأدوار محدة نجب نفهم بأدوار محدة عملية ثانية عملية هذا إنسان فشل ونجح تشوف ما اللوموش على الناس اللي فشلت في وضع تركيبته كاملة هو من بدايته فشل الناس تحب تعمل مجهود وما نجحتش وفي وقت خطر المناخ ما هوش مؤهل بش تنجح فيها ومن بعد ناس قدمت وفهمها ناس خدمت خدمت في الخلف نأكد لك كونه أحنا موحيط النادي الفريقي اليوم ما تلقاش واحد في موحيتي أنا كرئيس نادي وموحيط النادي الفريقي موجود في شل اليوم الناس اللي موجودة الناس نشحت وبدلت وفهمت أسلوب العمل وفهمت طريقة كيفاش نفكره وكيفاش يلزمنا نقدمه ونس كل سهمت في النجاح ما نشوفش حتى واحد في شل في المرحلة اللي عمل قاد دعم الرئيس هذا الفول يدير تطبع هذا الزيت وعدم التغيير والاستقرار حتى الديسيزيون حتى الديسيزيون اليوم بتاع التغيير ممرن حتى يعني مدير فني ما نجم شيخ وديسيزيون صحيح وليه كيف يرجع الرئيس النادي اللي يكسب خبرة بعد سنين لا ذيك واضحة معني نتذكر الاجتماع ذاك مدام مش خمسة دقائق جاني منتصر وجاني معها يوسف معناها جايين على تغييرهم القرار كان حاضر لا قتله خلي الرجل يخدم على الروح وبره وخرجع على الروح وبره مشي سكرت البابا ذاك لأنه باللوجيك غلطة غلطة استراتيجية تولي صحيح هو تلقاه ممكن المدير رياضي في الوقت ذاك ماذا به يسمع الكلم هذا ما نجم يقول ما يتحمل مش مسؤولية خذيتنا المسؤولية وقلت نتصور بعد ديسيزيون صار ديسكور مع الجلسة مع الممرن طبعا ني تكلم معه صررز تكلمت معه هانا ولو أنه أنيس المدرب يظهر تعذ برشا من التجربة بتاع المرحلة الذهاب والأداء التكتيكي يظهر يتغير تغير برشا شفناها ربما في الديربي كان واضح البصمة متاعه هو سيسليم توا حكا على الشخص والأشخاص اللي يخدموا معه اللي يغلط ومايتعلمش من الغلطة يظهر الممرن بعد ما غلط في صورة والديربي والمقابلات اللي كان نجم النادي الفريقي يربح النقاط فيها ونجم يلعب يعني البطولة متاعه مرتاح في آخر الموسم الممرن حسينها بعد تعظم الأخطاء متاعه صعيبة رأو اسمعني اليوم يلزمك تكون في مكاني مش تنجم رأي العملية صعبة جدا الأولاد اللي يخدموا معنا لكل رأى أولاد نحبهم على الأخر نحبهم برشا كي أخوتي هذكم الكل ولكن اليوم تلقى روحك اليوم في موقف كون وذاك تحبه برشا وكي أخوك وساعات ممكن تقوله لا أبعد فهمت المشكلة وين اليوم فما مسؤولية قدام لين جماهير بعد مش ترجع عليك فهمت هذه المشكلة اليوم إن شاء الله أنا أمنيتي يكونوا ناس كل خدمة وناس كل شاركة وتستفيد من التجربة من التجربة ومن الأخطاء باش النجم نكمله ونواصله بالخبرة الكبيرة اللي كسبتها تلها سنين كرة وين وكل شاي دخلت مبعد في المبارة تلخر صرتوه فنيا مع الممرن الحقيقة لا لا لما ندخلش أنا مع الممرن ندخل مع المدير الرياضي ممنظمة كيف المدير الرياضي ندخل باش نحرك نستفزه نقلقه نفده في روع واكد باش يفيق شوية خطره أسد المدرب دي ما نشجع واكد هو فقط ما ندخلش التكنيك مو لا ما نحبش وما عادة كاكم شنولي نخدم خدمت وأنا ما نجمش لا ما نصيرش حتى لو كان عندي حاجة ونشوف وتعلمت نخليها الروحي خليها مبعد للحساب الحساب يذور لي مش يكون عن الأخطاء بالحق لو الحساب في فترة النجاح أهم حاجة عبد السلام لأنه وقت اللي انت تبدأ تيتري وهيز اللي تيتر بوسيبل الحساب في فترة الضحك رأو صعيب خاطر وقتك كما قالك بشي يقول لك أنا هزي تيتر هذا كواجبك هزي تيتر أنا جبتك لني وخسرتك وواجبك بشترس تيتر عاقيني الأخطاء اللي غسرتني بشخليتني في الجورنية الإخرانية نلعب على ماتش وبالتالي المحاسبة في النجاح من أصعب المحاسبات ومن أهمها الحقيقة أكيد مدخيل الفريق برشا كلام أنه اليوم لكلوب باي هاي سليم الرياحي موجود غدوة شو يعمل كلوب أنا نحضر له في سليم الرياحي آخر شوف شوف اسمعني هذه نقطة نقطة يمكن يلزمها برشا كلام ولكن نعتبرها دي هي نقطة النجاح الحقيقي كونه اليوم النجاح الفريقي ولي فريق يدخل يدخل في فلوسه وهذه المرحلة القادمة بالنسبة لنا المرحلة الجاية هو الاستقرار على مستوى النتائج من بعد نمشي لتوفير الموارد المنجاح الفريقي بعقود نتعه سبونسورة حقيقية باستثمار هذي يجي بناء على بعض القوانين يجب أن تمر في البرلمان لبعث شركة تريدية أولا ثاني حاجة عقود لسبونسورة ولي بقيمة البطولة خطر تشوف احنا اليوم نقول لك ملحبش تكلم على الأرقام فما عنا أحسن عقود اليوم جزء من اللي كان قبل لما يتعاقد مع النادي الفريقي بمئتين الف دينار ويتشرط عليك يقول لك تجي لول وثناني اليوم يتعاقد معاك بزوز وثلاثة واحنا الي نتشرطوا عليه هذي حاجة متأكدة مانيش قادية ولكن اليوم تأثير النادي الفريقي في المشهد الاقتصادي كي تقول سبونسور معناها اقتصاد معناها فلوس معناها انكم مداخيل مهم جدا يلزم نستعملوه مية في المية وقعدين نطوروا في مداخلنا وهذا سيتم عرضوا في الجلسة التقييمية وباش نوريه قيمة العقود الجديدة اللي باش نوقعوها ان شاء الله جمعة جاي فما عقود جديدة عقود تعديل سبونسور مش أرقام مهمة جدا نحب نفهم بالأرقام مقدش نجم توزن في البجيم نزيل بكري من عشرين عشرين ثلاثين في المية اي ما نعرش ما نعرش تقول ان كل شيء واضح قدم الناس اما هو المرحلة القادمة انا هدفي كي نحكي على هذا هي حاجة وسيتم عرضها كي نحكي على الافريقي الفين وعشرين كونه يكون عنده مؤسساته كاملة وعنده مداخله كاملة وحاضر وما هوش مستحق لحتى حد يمكن الرئيس وقتها كي في مرحلة من المراحل يضخ اموال ولكن الاساس الميزانية تكون موجودة انا جيت ما فهم ميزانية يعني كي جيت انا ما فهم حتى دينار ما ميش اما ان شاء الله هذي المسئولية الاساسية اللي انا قاعد نخدم عليها محضرين حاجة سبيسيال اللي يظهر لي نهار لحد جاي في التالفزم بتاعك بش عاوة تحل من جديد بالمناسبة بتعلم مباراة شنو بضبط حتى السادة المسامين وحباء الفريق يفهموا بضبط شنو اللي سنفيه من هار لحد لا هو فهم مقابلة مقابلة الاهلي النادي الفريقي اليوم باع حقوق البث لقناة مصرية بقيمة مهمة صارت عليها كلام وقتها خطر القيمة كانت بسيطة قداش القيمة 300 وقتها كانت بمية وخمسين مية وثلاثين ومية وخمسين نعم وقتها الدخلنا في الموضوع العملية ولت دوبل وصلت 300 تلبي دولار نعم واخدينا القناة التونسية خديت حق البث في تونس معناها اللي نقاحنا زادة باش نتفرجوا على الماتش وباش نعملوا تسليم رمز البطولة تخلي طبعا تسليم رمز البطولة تخلي جديد توقع ديني خدموا خطر كيف كيف النس كل عملنا باش نحضروا البوديوم نحضروا ومع الديوش معناها الناس تستنى في النتيجة الخدمة بدأت بعد موف الماش حذرنا الدتاي الصغير كونو سيقعة تسليم رمز البطولة وبوديوم وشوية جود كانوا يفق عليه برببي البوديوم باش يكون كما في أوروبا ولا بالفوضى نتاعنا لقديمة أنا باش نكون هوني صحفي ولا حتى متابع ماذا بينا تنظموها خير لأنه بصراحة بارشا ناسي سليم قاعدة تدخل ما عندها حتى موجب أنا نحبوها حاجة كما في الأوروبا خلينا نعملوا تقليد جديد في تونس البوديوم للناس اللي تعبت وعرقت حتى المصور التصوير تطلع حلوة مزيانة حتى المسؤول كي يسلم تظهر الصورة مزيانة خطر للأسف بارشا دخلاء يدخلوا ويغطيوا الشان على الناس الكل اللي عندهم الاستحقاق اللي هما خدموا وتعبوا بالتتويج هذي وهذا خطأ كبير ياسر في كورتنا احنا باش نوفروا لهم تنظيميا اللي يلزم الكل اكيد الناس اللي قاعدة تخدم على تنظيم وعلى رأسهم معناها موراد الزغيدي معروف في المجل زميل مورد الزغيدي نعمني معروف وبروفيسيونيل والعملية عنده احنا باش نوفروا لهم اللي يزم اكيد قلي هو نفس الكلام قتليك كونه ما فاماش تتويج على تريبيون يحبوا يعملوا حاجة على القزان والوطة ستوديو ان شاء الله تكمل على خيره وان شاء الله لا في الحكاية هذي سليم على الاقل تكون فما مبادرة صحيحة اليوم باش نعملوا تقليد في تونس لانه ديما عدنا فوضى ديما الصورة خائبة تتعدى ديما حتى الفرحة بلقب تتعدى مشوشة بالدخلاء اللي قاعدين يحتلوا في برشة امك ان شاء الله ان شاء الله اكيد مش يكون مش يكون تنظيم محكم وتتعدى يتعدى يوم احتفالي فيه تتويج النادي الفريقي في جميع الفروع واستقبال المسؤولين والملاعبية مش يكون فتيران بيدو وجبتو حتى للمعلق الزميل حسني الزغدودي بشي علق على المباراة مالا سمعت هكا مالا منعاش أنا سمعتها قريتها في الوحدة مولو المولو نحب نخليك في رسالة مفتوحة مع جماهير النادي الفريقي في ختام الحوار هذي شنو تحب تقول لهم اولا شنو تحب تقول انت في تجربتك النهار لوليني اللي جيت فيه للنادي ولا خممت فيه لش تجيه للنادي واليوم شنو تغير كيف اشترا الصورة وغدوة ورئة سائل لجمهور الافريقي والله نعود نبارك الجماهير على البطولة اللي اخذناها باستحقاق تعبنا برش عليها ان شاء الله راهوا البناء مزال مستمر قاعدين نخدموه بش نكملو المرحلة نتوا نفرح نسكول تفرح من بعد نعود ونرتبو وضعنا من جديد الاكيد راهوا عملية الحاجة اللي تقلقني أنا ونحب أن نوجهها كونو انتع موحيط الرئيس فولين فولين غني نعرف شقاعد نعمل ما يقولوا جماعة تسليم نعرف نعرف شكونا نقرب ونعرف ونعرف وخاصة في محيط النادي الفريقي راهوا القريب لي راهوا يحب النادي الفريقي ويعطي الإضافة واليوم تعلمتنا زادة اليوم يلزم الناس تفهمك ونورة وعشت تجربة وتعلمت وصرفنا فيها برشة فلوس والفلوس كي تخسر تتعلم مهمة جدا الاخسارة تعلمك عرفنا محيطنا الناس كل اللي موجودين اليوم يقدموا في الإضافة فما ناس خدمت وقدمت إضافة ونشوفه فيها فما ناس ما شوفنا هاش وقدمت الإضافة نشكر الناس الهيئة المديرة كاملة من اللول للاخر نعرف أنت عندك برشة أسماء في مخك الدور كما أسماء الناس اللي قالت تبع فيها حتى بالميل أكثر واحد نشكره واللي نعتبره أكبر كلوبيس اليوم هو عماد الرياحي اللي هو ما هوش عماد الرياحي رو ما هوش لا أخويا لا والدعم لقب الرياحي يجمعنا فقط ولكن من الناس اللي خدمة برشة على النادي الفريقي ما شافوا حتى أحد صلح فهم التجربة وصلح في طريقة تعامل وفي طريقة خطاب وخدم برشة والفترة الجاية كيف ما قلت أنت زادة قلت لي حتى كل واحد شنية الأدوار سيقع توزيع الأدوار عماد الرياحي يمكن أن هذاك هو اللي يدور عليه الكلام صحيح نعتبره مظلومة لخاطر هو عضو هيئة ولكن قاعد يمارس في نشاط نائب رئيس كنا ناوين يقرب للخطة هذية في المرحة القادمة مش راجع روحي شوية خاطر سانسيب اليسر قلقني برشة في الربع ساعة الأخرا تعلمتش قلقني في الدربي نهار كامل يدغشش يبكي يفرح يبكي نحبه نشوفه يزمه يكبس روحه شوية بشي نجم يكون قد مسؤولية من هالنوع عندك وعود تحب تسايبها لجماهير النادي الأفريقي تطلقها اليوم بعد لويت بعد الاجتماع ونرسم الخطة القادمة للمرحلة الجاية ونعرف الناس اللي بيش تكون موجودة في المشهد ووقتها نقوله شنو اللي مش يصير وكيفاش العمل في المرحلة القادمة وبالنسبة لجماهير الكورة ككل لأنه برشة كلام اليوم يقلق النادي الأفريقي سليب راح يقلق الخطة ومثاق الرياضي والشفافية والوضوح كلم على التحكيم على النفوذ شو تقول للناس هذوم الكل لأنه برشة كلم برشة حكاية الميساج زادا يلزم يتعدل الناس هذين الكل زادا أنا ما فهماش بالعكس أنا جيت نخدم في تونس ومن خلال النادي الأفريقي نخدم في بلادي هذا هو الأساس ومنيش اليوم جيت للنادي الأفريقي بش نقعد الناس كل تعرف كوني ادخلت في مجال الحمد لله اليوم منجحنا فيه ولكن ما هواش المجال الأساسي اللي أنا جيت على خاطره لتونس تجربة نجاح وقعدة ماشية بناء حقيقي تحط له المقاومات الكل ما عناش دخلات وخرجات والناس مدعبية راهوا يسمعوا يسمعوا منيان أراني اليوم ما نيش مستعدة ندخل في حتى في حتى موضوع بعيد على المثاق الرياضي اليوم أنا نحب لندخل ونتحرك في تونس كاملة مرتاح راني اللي نعمل فيه وكان يراجعوا ينحيوا العاطفة ويراجعوا رواحهم شوية ويشوفوا أنا اليوم شنو اللي اضافة اللي اعطيناها في الكورة ده زينه رئيس جمعية اللي كان يصرف خمسمائة مليون ويقول راني صرفت ثلاثة اليوم يصرف في عشرة وخمستاش جبدت أنا بالعكس كنت قاطرة كون الجمعيات الكل تبدل طريقة عاملها وتفكيرها وتولي تستثمر بالحق في الرياضة من غير ما تربح من الرياضة وهي ما حطت حد شي هذا كهو يمكن هذا اللي يمقلق هذا اللي يمقلق بعض رؤسي الجمعيات اللي نقول لهم رو خلينا نتنافسوا بطريقة ما فيهاش تشويش ما نحبوش شوشو اليوم احنا كنتشوف الفريق الاكثر فريق مظلوم في تونس من عشرين سناء أما هناك نقول يا أخويا أنا نخرج هنا نقول غدوة وصررنا 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 تقلب بالدنيا شوية الكلوبيستية هما يعرفوا مش يعرفوا يععملوا الكلم هذي هذا عليهش أنا نهديوا الأمور مبروك للنجم الساحلي حتى بالمجهود اللي قام به بصراحة معناها رياضيا نحكي رياضيا معناها عملوا مجهود كبير خطر الخطاب أنت عما سولي النجم الساحلي اللي في وقت من الأوقات قبل المباراة اللي توال نتع تونس كنت قلت لك نقعد نعمل قهوة في السوسة ونقعد معاهم واحد كان خطاب بناء فريق يبني عملية البناء وصلت للمرحلة هذه اللي هما فيها اليوم نفسونا على البطولة يتسمروا حاجة كبيرة برشا ويعطيهم صاحة كفريق وكم لعبية جوست مثال نتعلموا من اللي صار ويكون عندنا خطاب هادئ مش خط البطولة تستمر فيها الكليب فيها اللي توال ما فيهاش مش تقعد ماشي هذا حاجة موجودة في العالم شكرا شكرا لسيد سليم الريحي رئيس النادي الافريق على الحضور بركة الله وفيك وشكرا لكم موسيقى